بنك المدينة قضية تبييض أموال وحركة تلاعب بالمال وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من أموال المودعين في ظل النظام الأمني السوري السابق ولصالح كبار مستفيدين بغالبيتهم رجال الأمن والسياسة والقضاء أركستر النصب والاحتيال في حينها لم تطر رجال الأمن والسياسة الكبار بل اقتصرت على أيادهم السوداء رنى قليلات إبراهيم وعدنان أبو عياش وطاه وباس القليلات وعدد من الموظفين الذين سجنوا لفترة وجيزة وأخلي سبيلهم وبعضهم غادر والآخر هرب من البلاد ومعهم أسرارهم من دون أن تغلق ملفاتهم في القضاء اليوم يعود ملف بنك المدينة إلى الواجهة فقد تم القبض على باس القليلات من قبل السلطات المصرية بعد مذكرة قدمها لبنان يطالب فيها السلطات في مصر بتوقف باسل نظرا لأنه متهم في قضايا السرقة واختلاس لبنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد ببيروت لسنة 2003 إلا أن قليلات الذي يعيش في مصر منذ قرابة الخمس سنوات بمنطقة مساكن أشرة عند إلقاء القبض عليه اكتشفت الجهات الأمنية المصرية أن قليلات يقوم بتبييد الأموال عن طريق امتلاكه لعدة شركات على الأراضي المصرية ليتم توقيف باس القليلات وزوجته رولا صناديقي على ذمة قضايا مخالفة للقانون المصري والآن قليلات يقبع في سجن التخشيبة في الخليفة إلا أن لبنان ما زال ينتظر أن يتسلم المتهمين الهاربين وليس لبنان وحده ولكن عدنان أبو عياش خصم في قضية سرقة البنوك اللبنانية ينتظر مع محاميه انتهاء القضاء المصري من أخذ حقوقه من عهدة المتهمين تم توقيفه وقبض عليه في مصر وكان هيتم تسليمه لسلطات اللبنانية وفقا للاتفاقية القضائية في تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين مصر والجمهورية اللبنانية لكن وفقا للمادة 28 من الاتفاقية لو الشخص المطلوب تسليمه له ملاحقة قضائية في الدولة المطلوب منها تسليمه لازم أن تنتهي هذه الملاحقة القضائية ثم يرحل لبنان بس يمتلك شركة سواب للتجارة الدولية دي وفقا للقانون الاستثمار وعمل شركة برضو بعديله كفاح حسن الشيخ لبناني الجنسية دي شركة ليموزين وتمتلك العديد من السيارات والعقارات ولو عديد من الأملاك في جمهورية مصر العربية تقريبا يعني كان غالبا يعني مذاكر التوقيف صدر فيها أنه غالبا متواجد في مصر تقريبا كان قصور بقى من السلطات أو المحامين اللي في لبنان مش اللي في السلطات البصرية ومن الجدير بالذكر أنه قد بلغت حجم الدعاوى في هذا المصرف حدا غير مسبوق وبأكثر من اتجاه فبالإضافة إلى الدعاء أبو عياش على قليلات فقد ادعت رنا قليلات أيضا على كل من عدنان وابراهيم أبو عياش والسؤال الآن هل نرى جميع الأياد السوداء مجددا وراء القطبان؟ ترجمة نانسي قنقر